في وجهة نظر ومدرسة بتقول بأنه زوجك ما رح يقرأ أفكارك وبأنه الاهتمام والمشاعر اللي أنت بحاجتها يجب أنك تطلبيها وتحكي معاها وتحكي فيها يعني عكس المقولة المشهورة واللي احنا دائماً بنحكيه بصح صح أنه أي شيء أنت بتطلبيه إذا طلبت الحب بفقد قيمته إذا طلبت الاهتمام بفقد قيمته هدول عم بيقولوا لك يا عمي هو ما رح يعرف أنت شو بتحبي أوليله وإذا ما عمل اللي أنت بتحبيه وقتها إذا علي أنا مع القول أول مرة صح؟ برافو أنت نفس الموجة أول مرة أوليله شو بتحبي؟ بزرع أوليله شو بتحبي مش كل الرجال قادرين على قراءة المشهد بصورة صحيحة أو بصورة دقيقة ومشاعر المرأة أصلاً هي ملخبة تمرات إحنا جات شخصياً ما بنفهمها حالنا فما بالك بالرجل بعدين فيه شغلات بتصير يعني أنا معلش بدأ أهدي النفوس فعلياً في بداية الحلقة اليوم بدي أقولك شغلة يمكن إحنا من أكتر المواقف اللي بتأثر فينا أنت لما تروح تقص شعرك تغيري بتسريحة معينة تصبغي وتأفر بترجعي على البيت وكلك أمل بأنه زوجك ينتبه ويطري عليك ويعطيكي كومبليمينس وكذا شوفوا الفرق هو ليش مرات ما بيعمل هيك دفاعاً عن الرجال هو لما يروح يقص شعره هو راح يقص شعره لأنه طويل الموضوع وظيفي بحث عند الرجل فلما يرجع على البيت ما بيتوقع منك تقولي له حتى نعيماً خلص في المقابل هو لما تقولي له أنا راح أقص شعري أنت بالنسبة إليك حدث عالمي أنت بالنسبة إليك يعني قصة الموسم وانت راجع عشان إيش هو يزفك من الباب من أول ما تدخلي على البيت هو بالنسبة إليه الموضوع وظيفي مش جمالي صح يعني عم بحاول شوي أرطب القلوب عرفتي رهوفتي برافو ندوشي أنا حابة هذا التوجه صح لأنه الناس مش عالي لموناقصهم لأ موناقصهم يعني موناقصهم إحنا ما منحب يعني نحب نهدي النفوس منحب أن أداركم محافظين على زواجكم بسعادة وبفرح هلأ بالضبط أنا هذا هو اللي بتفق فيه أنا بدي أطلب حبك كل يوم بدي أطلب اهتمامك كل يوم أكيد هذا إشي غير مقبول وغير منصف وأصلا بفقد قيمته يعني المرأة ما بتكون سعيدة لما هي تطلب الاهتمام وتلاقيه بيصير زي الواجب الوطني يعني ولكن في شي مهم أنت بفترة التعارف لما أنت عم تتعرفي على هذا الرجل حكي له أنت شو بتحبيه صح أنا بحب تصبح علي بحب تقول لي جود نايت بحب تقول لي شو أكلتي بحب تقول لي أنت منيحة بحب تتطمن عني بحب تسألني عن أهلي احكي هاي المواضيع عبري هو إذا بيحبك رح يحفظ هاي التفاصيل ورح يطبقها بحياتكم إذا أنت مثلا من النوع اللي بتقولي له أنا والله مش كتير تعنيلي المسيجات من الصبح لليل أنا بهمني أنه نحكي تليفون واحد مرتب نعمل فيه مثلا ملخص يحكي يحكي شو اللي بتحبيه قولي من أولها وشوفي هل هو أصلا سمع يعني أصغى دخل للكلام ولا هو كان عم بيهز براسه وتاني يوم معمل ولا إشي من اللي أنت قلت رهوفة صح مليون بالمية هلا أنا كمان بس عشان بدي أضيف نقطة على اللي أنا حكيتها مظبوط أنا بررت للرجال بس مثلا تخيليلي هذا المشهد ست راحت على الصالون عملت شعرها وصبغته وغيرت ستايله نهائيا رجعت على البيت أو بشكل كامل رجعت على البيت ولادها أقول يا الله يا ماما ما أحلاكي هو قاعد هو سامع يا الله يا ماما أحلاكي يا الله شو حلو عليكي هاد اللون يا الله شو كزا يا الله شو كزا وهو ماسك موبايلو حتى ما استنضى في الطلع طبعا بتزعل فهمتوا شو أصدي يعني إحنا منبرلكم ماشي بس في أموري عمي أنا بهمني تقولي طيب بعدين بعدين إذا كان كتير متبع للباقي بمعنى يعني أنت متبع لزميلاتك في العمل ولهيفة وهبي إذا عملت لو لايتس وإذا ننسي عجرم قصة شعرها وأنا مش قابل تشوف شعري ولا قادر تلاحظ الاختلاف اللي صار أكيد بدي أزعل منك وما رحل إليك مبرر في رجال مثلا زي ما قلت وظيفين وأصلا وأصلا ما بنتبه ما بنتبه بيعلقش عن حدا هدول ما بنزعل منهم بس اللي بيتبع للأمة العربية كلها وأنا عندي بتبطل شو معنى بتهتم بكل النسوان وأنا وقفت علي شوف عرفني إيجت علي أنا بدي أكون معهم يعني أنا معهم يا أخي يا أخي منحبني منهم